اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل حوارنا السياسي الرئيسي اليوم في اخر النهار زي ما نوهت لحضراتكم في بداية الحلقة ضيفي فيه الاستاذ الدكتور عبد الحالي منديل الكاتب الصحفي والسياسي المقدرم اهلا وسهلا سهلا سهلا اهلا وسهلا ازاي حضرتك الحمد بالله سهلا بحليم احنا الاسبوع اللي فات كنت حراك بنورنا واتكلمنا عن تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي وحضرتك المحت الى نقاط مهمة جدا كانت مساهمة في فهم الجمهور لطبيعة الصراع وخلفيات الصراع النهاردة عايزين نتكلم كمان عن يعني امور محددات اخرى بتخش في الصراع مع تناول المستجدات اللي حصلت على مدار الاسبوع وعايز ابدأ محرك مع المستجد الاخير اللي حصل وهو دخول ايران من خلال الحوثي بعملية احتجاز السفينة الاسرائيلية مبارح هل حرك شايف ان ده توسيع لجمهات الصراع ودخول المنطقة فيما مشبه الحرب يعني يحي بذلك وان لم يكن كامل ببساطة ايران قررت انها لن تدخل الحرب بذاتها وانما يمكن ان تجري مناوشات متفاوتة المستويات على جبهات رديفة لايران حتى لا نقول وهو معلوم ان جهات وكيلة وجهات تابعة السؤال الذي يسيره يعني هذا التطور او هذه المشاهد منها مشهد احتجاز سفينة يملكها اسرائيلي من قبل جماعة الحوث السؤال الذي يسيره ببساطة لماذا تبدو ايران في هذه الصورة لماذا يبدو الصراع العربي الاسرائيلي وكأنه تحول في السنوات الاخيرة بالذات الى صراع ايراني اسرائيلي صحيح اي محو الصفة العربية للصراع هذا لم يأتي من فراغ وهنا نسمع كلاما كثيرا معادل ومقرر عن التوحش الايراني والاستلاء على عواصم عربية بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء وإلى آخر كل هذا كلام مفهوم لكن كيف توسعت ايران على هذا النحو انا لا اقول ان ايران هي اسرائيل ايران في النهاية من حقائق المنطقة التاريخية صحيح الممتدة في الزمن فمن هنا هي ليست كيانة مصطنعة وإنما هي كيان كذا اي كيان في هذا العالم يسعى لكسب بمواقع اقدام استراتيجي ايران قفزت بحدودها من شاطئ الشرقي للخليج العربي هم اللي يسمونه طبعا بالطبع الخليج العربي ويسمونه الخليج الفارسي وبالمناسبة كل الغرب يسميه الخليج الفارسي وعلى جوجل وانتقلت من شرق الخليج العربي الى شرق البحر القابل المتوسط ثم الى البحر الاحمر هذا التوسع الايراني ما نلوم هل نلوم تهران لانها قائمة في التاريخ لانها تتوسع لانها تتحرك بمزيج من غرائز القومية الفارسية والتوسع على اساس شيعي انا تقديري ان اللوم يجب ان يوجه الى القاعدين لا الى القائمين في التاريخ اللوم يجب ان يوجه بوضوح الى الانظمة العربية لانها كثير من الانظمة العربية بنت لبنات هائلة في المجد الايراني الحاضر كيف على موجات ثلاث في تقديري واحد لنلاحظ اولا ان مصر كانت مركز المنطقة صحيح ولنلاحظ ان الاقتار التي مدت فيها ايران نفوذها واصابحها وحضرها وجماعتها كانت في الاصل مناطق للنفوذ المصر ولنلاحظ انه في عام 1979 جرى هذا التحول مصر عقدت ماء اسم معهلة السلام مع اسرائيل واوحد بانها خرجت من مقدمة الصدام مع اسرائيل في نفس العام مع ثورة الخوميني كانت ايران تغلق سفارة اسرائيل وتفتح بدلا منها سفارة فلسطين يمكن ان يقول اي احد ان هناك اغراض ومزبوط لكن في النهاية يجب ان نعرف ان التاريخ لا يتحرك خبط عشواء ولا على سبيل مؤامرة مرسومة الخيوط ولانه في البعض عنده تفسيرات من نوع ان امريكا متفقة مع ايران ومتفقة مع اسرائيل مستندين في ذلك الى وقائع عابرة من نوع كونتراجيت او غيره لكن الواقع على الارض اصدق بلاغا بمعنى واحد مصر بصرف النظر عن التفاصيل احنا لاستنا في وقت محاكمة مواهلة السلام لاننا في نفس الوقت ندرك غريزيا ان هناك قيودا فردت على مصر في هذا العام تحاول مصر ان تتملص منها في انهاء مناطق نزع السلاح في سيناء وعاونة الجيش المصري الى حدود المصرية الفلسطينية التاريخية لكن ما جرى على درجات كانت هذه اول درجة احلال ان تقاضي المنطقة لا من قلبها بل من طرفها من الطرف الايران اتنين خلال هذه الفترة يجب ان نتذكر شيئا قبل خمسين سنة باب المندب الذي نتحدث عنه الان الذي امتدت اليه كما شرح اللواء سامير الهيمنة الايرانية باب المندب كان تحت هيمنة مصرية لماذا؟ لان مصر قامت بدور هائل جدا في التغيير اليمني وانهاء العصر الامامي والتحول الى الجمهورية وقدمت لليمنيين فرصة تدخول في العصر وليس البقاء في العصور الروسطة ومن سامة لما جرت حرب اكتوبر كان بوسع القوات المسلحة المصرية ان تسيطر على باب المندب وان تمنع مرور السفن الاسرائيلية تحديدا اثناء الصدام مع اسرائيل هذا يبرز لنا النقطة الثانية التي جرت ايران في النهاية بتبقى لتشكيلها الحالي المستقر منذ قرون هي بلد متعدد القوميات قومية الفارسية في ايران لا تشكل سوى بين 35% الى 40% بالكتير فكيف تصبغ ايران بالصبغة الفارسية من خلال التداخل الوصيق بين المذهب الشيعي والقومية الفارسية بمعنى اكثر وضوحا انه الشيعية انجاز التعبير هي القومية الايرانية الموحدة لكل هذه القوميات العنوان الكبير يعني في عرب كل من نوع عربستان خزستان الى اخره لكن هم اغلبهم من الشيعة فالرابط عروة الوسقة هي المذهب الشيعي وهكذا بقية القوميات سواء كان تركومان او اكراد او 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 الى اخره وهذا ما تدركه ايران غريزيا ومنسمى احد عناصر قوتها ومحاولة احداث تماسك في بلد متعدد القوميات على هذا النحو انها المذهب الشيعي خامنائي الذي يحكم ايران الان ليس فارسي هو من ازربيجا هو اذري لكن كيف يتفرسن انجاز التعبير من خلال المدخل الشيعي الدول العربية المجاورة بالذات قدمت خدمة جليلة الايران في هذا الباب دون ان اذكر دولة بعينها فيها وجود شيعي في العراق في كذا في كذا في كذا هي عملت ايه شغلت نفسها بايه في فترة التراجع في التاريخ شغلت نفسها بتكفير الشيعي واطلاق الجماعات اللي قال السلفية سواء سلفية اعلمية او سلفية جهادية او غيره وتكفير الشيعي طيب ماذا كان مصير الشيعي العرب مصير الشيعي العرب انهم وجدوا انفسهم يندفعون الى حضن ايران الى التابعية الايرانية كمحاولة لتعويض نبزهم من هذا العالم العربي ذي الاغلبية السنية والذي يسمح باطلاق موجات التكفير كانت هذه الخدمة الثانية وانفقت فيها مئات المليارات من الدولارات فكرة دي اضافت زخم فالتكفير الشيعة في الواقع العربي الطائفية تضعف النسيج الاجتماعي طبعا في الايران هذا نبز الشيعة عربيا يزيد التماسك الايراني والقوة الايرانية لان كل هؤلاء الملايين من السكان الشيعة اضيفوا مباشرة للتابعية الايرانية التي اصبحت صبع غدينية مطلقة بفكرة الولي الفاقي ثلاثة القضاء على العراق ونظام صدام حسين كلنا يذكر ان دولنا العربية كثيرة ارضها وسماوتها واموالها وغيرها استخدمت في دعم المجهود الحربي الامريكي لغازو العراق واسقاط نظام صدام حسين ولان الحياة لا تعرف الفراغ وكل فراغ تتركه خلفك يحتلوا غيرك فقد سقطت الثمر في الحجر الايراني ومن ثم كانت هذه نقلة كبرى في اطار التوسع الايراني طبعا هناك عناصر اخرى ايرانية من نوع تركزها على المجهودة الصناعات العسكرية وغيرها والاستفادة من التغيرات التي اتجرت بعد النيار للتعالي سوفيتي والاكر بالجملة اريد ان اقول ان جزءا غالبا من المجد الايراني بين قوسيني ساقيلين صنعه العرب بتخجلهم وتراجحهم واندحرهم في التاريخ وذهبهم الى حضن امريكا فبدت الصورة في المنطقة المحصلة ان ايران ضد امريكا وايران ضد اسرائيل ونحن كنبارس احنا كنبارس في القصة العرب العرب جميعا اشتركوا في القناة